بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل بيت محمد نبدأ موضوعنا لهذا اليوم موضوع تقرير مادة المعمالية الحاسوب أعداد الطالب صادق أحسين شواي إلى الدكتور مقدم إلى الدكتور أحمد الحسين موضوعنا لهذا اليوم هو يتكلم عن البويبلاين البويبلاين ما معنى البويبلاين؟ البويبلاين عبارة عن تقنية تحليل وهي عملية متسلسلة إلى العمليات الفرعية مع تنفيذ كل عملية في مقطع خاص لها يعني تكون تنفذ العملية في مقطع مخصص لها وتعمل بتزامن مع القطاعات الأخرى ويمكن تتصور البويبلاين مجموعة من القطاعات المعالجة والتي تدفق خلال المعلومات الثنائية يعني يكون تدفقها خلال المعلومات الثنائية توضيح أكثر عن البويبلاين سنأخذ مثال توضيحي عن ونبين به كيف نتواصل بموضوع البويبلاين يعني لو يطيني معادلة رياضية المعادلة متكونة من A في BI زائدين CI الشيء اللازم أسويه بالبداية الشيء اللازم أسويه بالبداية أهل أأخذ كل العمليات بخطوة واحدة أو أنه أفصل العمليات خطوة بعد خطوة أول شيء لازم أسويه أفصل عملية الضرب عن عملية الجمل كما في الشكل التالي رح نوضح كيف نفصل عملية الضرب عن عملية الجمل بالنسبة إلي عندي متخلات المتخلات اللي هي راح يكون عندي AI, BI, CI راح يكون العلاقة اللي تريد حالها أهل أخذ كلهم؟ لا ما أخذ كلهم أول شيء لازم أفصل عملية الضرب عن عملية الجمل أشلون أخذ عدي الAI و عدي الBI أدخلهن بالمولتي بلاي راح أدخلهن بالمولتي بلاي دخلتم بالمولتي بلاي الـ R1 والـ R2 راح يكون عبارة عن سجمة أولى هذه راح أسميها سجمة أولى يعني سجمة 1 سجمة رقم 1 أخرج النتيجة النهائية من المولتي بلاي من الـ R3 خرجت النتيجة النهائية من المولتي بلاي إلى R3 حيث راح تجيني من RC المدخل RC راح تجيني RC المدخل راح تجيني إلى و أدخلهن بالـ R4 حيث راح تكون عملية ما بينهم و راح تكون الناتج العملية أدخلهن وين بأدر دخلتهن بأدر راح من RC من C المدخل اللي هو دخلته بR رقم 4 R4 واللي عندي الـ R5 اللي دخلتني بأدر من الأدر النتيجة النهائية من الأدر راح هي عبارة عن R5 الـ R5 راح تكون عبارة عن سجمة رقم 3 يعني ملاحظة أخليها دائما ببالي النتائج دائما تحفظ بالرجسترات لأنها تكون شكل من أشكال المموري يعني ما نحفظها بالمموري راح تحفظ بالرجسترات كل نتيجة تحفظ بالرجستر ما تحفظ بمموري الجزء الثاني من الحل راح أجي إلى الجزء الثاني من الحل الجزء الثاني من الحل يقل لي شوف لي المحتوى الخاصة بالرجسترات الـ R1 والـ R2 والـ R3 والـ R5 والـ R5 يقل لي شوف ليها من equal 1 إلى equal 7 يعني يقل لي كما بالسؤال السابق موجود بالسؤال اللي بالصفحة اللي فتناه هو يقل لي شوف ليها من equal 1 إلى equal 7 حيث راح تكون عدد الأعمدة يعني راح يكون عدد الأعمدة بعد السجمتات يعني يكون عندي ثلاث سجمتات السجمت الأولى بها R1 و R2 أما السجمت الثانية راح يكون عندي R2 R3 و R4 والسجمت الثالث اللي راح يكون عندي بها R5 وعدي أكلوك الإدخال هو بالسؤال قال لي equal 7 يعني أنا أحتاج كم عملية راح أحتاج تسع عمليات أو تسع أكلوكات تسع إدخالات راح أدخلهم حتى أنفذ هذه العملية بالخطوة الأولى راح يكون عندي R1 و R2 يعني راح أدخل A1 وال A2 راح أدخل A1 وال A2 أول شيء قبل قليلة طعن الأكرة راح شدخل راح أدخل عندي A1 وال B1 بال R أما R3 وال R4 أدخلهن لو أخليهن يعني أدخل بهن A1 لو و A2 لو أخليهن فرقات لا ال R3 وال R4 راح يبقى فرقات أما ال R5 ال R5 هم راح تبقى فرق إذا أجي للكلوك الثاني إذا أجي للكلوك الثاني صار عدي صار عدي AI في بي آي صارت نتيجة موين بالمولتي بلاي بالمولتي بلاي هاي إذا رجعنا للخطوة اللي بعتها بالمولتي بلاي أنتظر فقط الأكلوك تجيني حتى تعبر إلى ال R3 فإذا جتها أكلوك فصار عندي إذن تدخل عدي R3 بنفس الوقت C1 أدخل ال R4 أما R5 فبعتها يعني ال R4 وال R3 رح أدخل بالنتيجة الثانية رح تدخل عدي ال R4 و R3 و R4 رح تدخل عدي أما R5 فتبقى فارقة لأن بعد ما إجاهة إكلك أما بالخطوة اللي بعتها أما سنروح للسيجمت الثالث رح أكمل رح يكون عندي A1 في B1 ب C' و طالعت لي النتيجة النتيجة اللي هي طالعت لي A1 في B1 زايدا C1 يعني A1 في B1 زايدا C ها يمتظر عندي إذا جتها أكلوك وبعديا الخطوة الثالثة إذن الخطوة الثالثة رح تظهر عندي بالأكلوك الثالث ظهرت أدي R5 بالسيجمت الثالثة أما الخطوات السابقة بعد رح تتسلسل العمليات خطوة بعد خطوة يعني بالأر تشوف بالأر بالأكلوك الرابع الكلوك الرابع رح تدخل أدي الأر أربعة الأي أربعة والبي أربعة بالسيجمت الأولى أما بالسيجمت الثانية رح يكون أدي الأر الأي ثري في بي ثري بي سي ثري يعني تجي الخطوة السابقة بالسيجمت الأول تعوض بالخطوة تعوض بالخطوة بالسيجمت تو أما الخطوة بالسيجمت تو أي هي بالأكلوك الثالث رح تعوض بالخطوة السيجمت ثري وإلى آخر يتستمر العمليات حتى نوصل إلى الأكلوك الثامن أما بالأكلوك الثامن رح نكتب الأي ثمانية وبي ثمانية لو رح نخليها فراق لا رح نخليها فراق لأنه قال لي بالسؤال نفسد لي الحد equal سبعة فأنا ما رح أستمر ما رح أستمر رح أبقيها فراق الخطوة بالأكلوك الثامن رح تبقى أدي فراق دائما نخلي القاعدة دائما نخلي القاعدة ببالك أول أكلوك يكون يعني هاي بعد ما كملت الخطوات الأكلوك الثامن بقى فراق بالسيجمت الأولى بالسيجمت الثانية لا رح تجي محله رح تجي محله السيجمت بالسيجمت الأولى يعني رح تجي أي سبعة أي السفن في بي سفن بالسي السفن بالخطوة اللي بعتها بالسيجمت الثالث رح يتكمل أما بالاكلوك التاسع رح يبقى فراق بالسيجمت الأولى ويبقى فراق بالسيجمت الثانية لأن ما تم عملية ف تجي بالسيجمت الثالث رح تكمل العملية لأنه قال نفذ لي الحد equal ثمانية بعد ما انتهيت من العملية لكن أقول تخلي قاعدة ببالك أول أكلوك يكون عندك بس السيجمت الأول شقة أما بقية يكون عبارة عن داشة أول أكلوك يكون عندك بس السيجمت الأولى فعال أما البقية رح يكون عندك داشة الجزء الآخر يقل لي شوف لي الباستايم تليجرام فورم سيجمت يقل لي شوف لي شوفني الباستايم نال تليجرام فورم سيجمت شوف لي رح يكون الإجابة شي سوي رح يكون الإجابة بهالشكل رح أبدي بالرجستر رح أبدي بالرجستر يعني يكون عندك رجسترات هنا عندك رجستر أدخل رجستر سيجمت فيكون عندك سيجمت الأول بالرجستر هذا اللي نسميه لاتش هذا نسميه لاتش السيجمت الثاني يدخل لي بيمن بالرجستر الثاني الرجستر اللي هو همين نسميه لاتش السيجمت الثالث اللي رح تدخل عندك همين والسيجمت لكن خلي فد ملاحظة إكون إذا ذكر بالسؤال إذا ذكر بالسؤال بوزتيف موجب إذا ذكر لي بالسؤال بوزتيف موجب يعني رح أدخل لوك لوك على اللاتش ومن دون دائرة يعني أخلي دائرة لإثبات العملية إذا ذكر لي بالسؤال بوزتيف يعني موجب رح أخلي دائرة على الأوكلك اللي رح أدخل أما إذا ذكر لي ذكر لي بالسؤال ناكتف يعني منفي يعني رح أخلي دائرة على كلاج مدخل يعني رح أخلي دائرة على كلاج مدخل هنا عمليات شرح عن موضوع البويب لاين وهنا وضعنا في نهاية الأسئلة هي أسئلة غير محلولة السؤال الأول يقول لي إحسب لي تترمي ناكتف ناكتف أكتف 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 يعني يقول لي حدد لي عدد دورات الساعة التي تستغرق في خط الأنابيب من خمس أزاء وأدك نطيك إياها عن أما في نهاية الموضوع في نهاية شرح تقرير لمادة المعمارية هذا الكلام اللي استنبطنا استنبطنا من المصدر هو موريس مانو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته